احنا عنكمل دايما مع الازواج عنكمل دايما مع الازواج لان هم في الحقيقة ده حقهم علينا حقهم علينا ان احنا ندعمهم وكمان نتناقش مع القضايا اللي بتشغلهم وبتخليهم حسين ان هم محتاجين دعم من الحاجات اللي دايما بحس فيها في الارشاد الزواجي بان هم محتاجين دعم فيها قوي ان في حد يحس ان هو بدأ يتحول الى رماد يعني كان متوهج وكان حصل له حالة من حالات التقلق اول ما تجوز ويحس ان هو اتطفى يحس ان هو حصل له ايه اتطفى والتعبير دا بيستخدموا ازواج كتير وزوجات كتير ان هم يحس ان هم اتطفوا بس اللي احنا نتكلم عنه النهاردة اه صحيحه وبيسبب ان هم يتطفوا لكن هو بيكون هو لما وصل الى حد ان هو اتطفى بيكون مرة بمرحلة صعبة شوية اسمها الاحتراق النفسي ان هو قاعد يقاوم ويتعب ويحاول يصلح بينه وبين نفسه لغاية ما حصل له احتراق بيحصل اه انا عارف ان الناس اللي قاعدين اصادة دلوقتي فيه ناس كتيرة بتقولوا احنا وصلنا لده او حتى فيه ناس بتقول احنا خايفين نوصل لده فيه ناس بتفكر ان الجواز لازم يبقى فيه شريك الحياة لازم يبقى شمعة بتحترق من اجل الاخرين عارف انت لما واحد يقول له انا شمعة بتحترق من اجل الاخرين وعلى فكرة دي احد اسباب عزوف بعض الناس عن الجواز انه مش عايز يحترق مش عايز يبقى بيحترق من اجل الاخرين مش عايز يحترق من اجل زوجته مش عايز يحترق من اجل الاولاد وهي نفس الكلام بتقول انا ليه اعمل ده كله ما انا لو ما قدرتش بعد كده العلاقة تفسد فخلينا على الباب وبعضهم بيبقى كمان فاهم حديث رسول الله يسلم من استطاع منكم الباقة تفليل تزوج انه هو لا انا كده مش حابب ده بس الفكرة دي للأسف لما بنعيش بيها بنوصل لاحتراق النفسي فعلا الازواج والزوجات لما بيعيشوا انه هم كده للأسف بيوصلوا لاحتراق النفسي ليه طيب لانه بيحمل نفسه ما لا يطيق اه صحيح الشمع بتدوب بس احنا عايزين في الجواز انه احنا مش ندوب احنا عايزين في الجواز ندوء السعادة والهنى اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها في قولي تعالى وجعل بينكم مودة ورحمة عايزين ندوء المودة والرحمة فالحياة الزوجية مليئة بالانوار وبفضل الله سبحانه وتعالى وكرمه وعشان كده الله سبحانه وتعالى جعل الزواج ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجة يبقى يا زوجتي عشان ايه لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة مش عشان لا نتعذب ولا هي تتعذب لا نحترق ولا هي تحترق فيه ناس كتيرة وانا بتكلم دلوقتي بيقولوا ايه بيقولوا بس ده اللي بيحصل انا بحس ان انا بحترق وبتلاشى وهو كمان بيحس ان هو بيحترق وبتلاشى بالمناسبة الاحتراق ده مش شيء مزعج عشان اللاسع اللي بيحصل فيه لا ده فيه ناس بيحصل لها كمان بلادة بيبقوا لا بيشعره ولا بيحسه لكن الاحتراق في الاساس بيفقد الانسان معنى وجوده وبيخلي الانسان منشغل بحاجات مش حقيقية زي مثلا ايه يفضل هو اخرج نفسه من حيز الزوج الى حيز ابو الاولاد ويأخرجت نفسها من حيز الزوج الى حيز ام الاولاد وعايشين محترقين هم لا بيحسوا باليوم ولا بيحسوا بالكلام ولا بيحسوا بالحياة مش حسين بحاجة خالص قطعة من التلج وهم وهم حسين كده كمان الشعور ده بينتقل الى شريك حياته فيه ناس كتير بيحاولوا يروجوا لنفسهم وللاخرين انهم موجودين عشان يحترقوا وده مش حقيقي محدش ربنا سبحانه وتعالى جعلوا عشان يحترقوا كل الناس مكرمين اي زوج واي زوجة اه في زوجات كده او الله العظيم هي بتقول انا دلوقتي انا عايشة علشانكم طب عايشة علشان تعملي ايه احترق علشانكم اضحي يعني ايه بقى اتحول لضحية وبيسموا نفسهم ضحية لا الجواز مش مكان للاضاحي الجواز مش مكان عشان الواحد يتحول الى الضحية لا الجواز ده نعمة ربنا اللي قال لنا ان الجواز ده نعمة ولكن ده نوع من انواع سوء ادارة النعمة الجواز اذا كان نعمة فلما الواحد يحاول الجواز ده الى نوع من انواع الاحتراق واننا بفني نفسي علشانكم ده سوء ادارة للنعمة ربنا سبحانه وتعالى يقول ولئن شكرتم لأزيد انكم النعمة محتاجة ان احنا ندرها